السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير الوصفة اليوم اقتصادية وصفة صيفية خفيفة وتجيب بزاف بنينا نتمنى ان شاء الله من قلبي تكون تعجبكم وإلى عجبتكم ما تنسونيش بليجام والبرتاج لفيديو وليكمانتر هنا هاد الوصفة كنت ديجا درتها معاكم في الروتينة التعرمدان وراح نعود لكم الوصفات في فيديوهات تكون قصيرة هكا باش تستفادوا وكي تحوسوا عليها تلقاوها بالنسبة لهاد الوصفة نسحقوا الفلفل انا كنت درتوا فوق النار يتشوا نسحقوا حبيبة عبصل قطعتها ودرتها تتقلى في الزيت فوق النار على نار قليلة حتى تتكرمل ونسحقوا ثاني نصص در بتاع الجاج قطعتوا شرائح وزيت قطعتوا قطع صغيرة كامل قدمت قطعوا هرقي وقيجيكم بنين كي ما شتو كملت كامل كمية تاعي رح تلفوق النار هادك البصل تاعي كنت نحرك فيه باش يتقلم مليح مليح قدمي دبالي يجيكم بنين ومعم طاني نعز في الفلفل لازم تكون النار قليلة ومن الاحسن يكون هادك الفلفل الملحم باش تجيكم الوصفة ناجحة وتجيكم شابة بعد ما تقلى لي البصل تاعي ارميت له هادك صدرتها على الجاج مقطع رقيوق ونزيد نقله بالنسبة لي زي بيس ملح فلفل لك حل وفلفل عكري حلو هدا ما كان مجدرت انتو ما تقدرو تزيدو اضافات كي ما تحبو كي ما شفتو نخليها وعني نعز في الفلفل هنا يا بعد ما تقلت لي كامل على هاد الشكل نمرقها بحوالي نص كاس تعلمه هكا باش تجينا هادك المريقة كي ما شفتو نغطيها ونخليها طيب من جيها وحد اخرى قطعت حبيبه تعبصل وسكر فشت حبات تعطوه معطيش باش نوجدو لاصوس اللي نديروها في هادك القراتة ما يجيناش ناشف نقدرو نغمسوه كي ما شفتو هنا خليتها هادك ليزي سكالوب تواعي خليتهم حتى ينشفوه من المريقة على هاد شكل وهادك الفلفل كان لي طيب لي نديروه في الصاشي ويعني نغطيه باش يدبال ويجيني ساهل في التنغية بعد ما نشفت لي هادك ليزي سكالوب درت لهم شوية تعلمع الدنوس هكا في الاخير ونطفي عليه يجي يمدلو بالنهيلة في نفس المقلاز درت شوية تعزيت ونقلي حبيبه تعبصل وحد اخرى تكون رقيقة ولا تكون عفوان تكون صغيرة ولا على حسب الكميات على الفلفل على حسب الكميات على افراد العائلة بعد ما تقلت لي مليح ضفت لها حبات على طوماطيش مسكرفجة مغرفة صغيرة على طوماطيش معلابة ملح في الفلك حل وفلفل عكري حلو يعني نفس اللي زي بيس اللي درتهم في السكالوب نمرقها بنصف كاستعلما ونزيد مغطيها على نار قليلة ونخليها تتجمر لي كي ما شفتو هنا يام درت هادك الفلفل ودرت الحار باش نزيدو يعني الحميس على هاتشك لبنات بعد ما طابلي كامل مكوينة توعين نقيت هادك الفلفل ما تغسلوهش لبنات نقوه برك ونبدأ نقسم الفلفل على تنين نعمروه بشوية هديك لافاخس وشوية تعلوه في خوماج ونروليه كي ما راح نديرو ان بيسكوي غولي ولا نرفض هديك الفلفل ونحطها في المول اللي راح ندخلو للفرن كي ما شفتو نكمل كامل كمية تاعي بنفس الطريقة ساهل وبنين ويتحضر في وقت يعني يقصير تحضروه على وقفة هكا في الفطور ولا في العشاء يجي روعة واقتصادي الاهم من هادا وصفة اقتصادية ماشي مكلفة كي ما شفتو نستفهم كامل حتى نتحصلو على يعني سنيوات تعنا كامل يتعمر يجينا الشكل تاعو ديجاش فاب ويشهينا قبل ما نطيبوه كي ما شفتو نستفهم كامل ونولي اليكم هنا بعد ما كملتهم قاوت فرغت هاداك اللافاخس اللي قعدتلي وزيت له هديك لاصوس اللي كنا وجدناها مقبل كانت اختارت كي ما شفتو تجي عقدة وتجي بنينة نفرغها على كامل اللي بلاتاي نزيد له فخوماج غابي ندرت شيدر وكنت مسخنا الفرن على اعلى درجة ندخلو غير قسمي يدوب لي هاداك لوف خوماج برك ونعاود نخرجو بسكرا هي كل حاجة طيبة الفلفل طيب ليزي اسكالو بتوعي طيبين يعني يتجمرنا برك هادا ما كان هنايا بعد ما طاب لي خليتو حوالي 4 ساعة هكاك في الفرن داب كامل هاداك لوف خوماج وتجمرتلي هاداك المريقة التاعي راح نقدموه معاكم في طابق التقديم وننصحكم تجربوه بسك فغيما بنتو وحدها هنايا قدمتو فطف هادا الطبيسي بش تشوفوه هنايا البنات لحقنا للنهاية تاع الوصفان تمنا ان شاء الله تكون عجبتكم ما بقالي غير نقول لكم تهلا وفير وحتيكم سلام ترجمة نانسي قنقر